أكمل النص بالكلمات من الصندوق توجد كلمة واحدة إضافية إذن سنملأ الفراغات بهذه الكلمات لكن هناك كلمة لن نضعها لأنها زائدة عن الفراغات كلمة إضافية الكلمات هي أبناء أعمام أو أخوال أرملة صداقة زوج أطفال نيس ابنة أخ أو ابنة أخت أعمام عائلتي وأصدقائي أنا لدي ثلاثة أشقاء وشقيقتان شقيقتي الكبرى ماجدة متزوجة وضعوا في هذا الفراغ كلمة husband اسم زوجها هو عمر عمر لديهما اثنان محببان أو لطيفان صغيران ما الذي لديهما اثنان صغيران سامر من هي سامر هي ابنة أخته ابن الأخت أو الأخ اسمه نفيو أما ابنة الأخ أو الأخت فاسمها نيس إذن أطفال أخته الأثنان الأول هو ابن أخته his nephew ابن الأخت أو الأخ مازن وهز نيس ابنة الأخ أو الأخت سامر my parents have lots of brothers and sisters والي داية لديهما الكثير من الإخوة والأخوات and my aunts and Farag have lots of children وعماتي ومن أيضا لديهم الكثير من الأطفال هو يقول أن لوالديه الكثير من الإخوة والأخوات هؤلاء الإخوة والأخوات إخوة والديه وأخوات والديه ما صلت قرابتهم به هم عماته وخالاته وأعمامه وأخواله هنا ذكر and my aunts وعماتي وخالاتي ومن أيضا لديهم العديد من الأطفال ذكر النساء العمات والخالات إذن بقي الرجال من هم بالنسبة له هم أعمامه وأخواله إذن سيقول and my aunts and uncles أعمامي وأخوالي لديهم الكثير من الأطفال I've got 19 فراغ إذن عندما تحدث عن أن لديه عمات وخالات وأعمام ولديهم الكثير من الأطفال قال أنا لدي 19 ما الذي سيكون 19؟ بالتأكيد أولادهم أولاد العم والخال والعمات والخالات وهذه الكلمة هي cousins I've got 19 cousins أبناء أعمام وأخوال ثم يقول I've got five or six فراغ friends لدي خمسة أو ستة أصدقاء ما صفة هؤلاء الأصدقاء؟ close مقربين إذن لديه خمسة أو ستة أصدقاء مقربين but rim is my إذن من الذي يتحدث هنا تتحدث فتاة؟ تقول لكن ريم هي فراغ friend صديقة ماذا؟ صديقة best best friend صديقة المقربة Our farang is very important to me Our ماذا؟ Our friendship صداقتنا هامة جدا بالنسبة إلي Our friendship Exercise 2 Complete the sentences with personality adjectives أكمل الجمل بصفات الشخصية التي يتصف بها الأشخاص لدينا أولا حل لنا هذه الجملة وهي Aunt Nada always gives us great birthday presents عمتي Nada أو خالتي دائما تعطينا هدايا عيد ميلاد رائعة presents هدايا She is very generous هي كريمة جدا هذه personality adjective صفة للشخصية صفة الخالة ندى أو العم ندى أنها generous كريمة 2- راكان راكان spends hours looking at himself in the mirror راكان يمضي ساعات وهو ينظر لنفسه في المرأة He is really فراغ كلمة تبدأ بحرف V 3- ذين ذين مغرور إنه حقا مغرور إذن صفته الشخصية أنه ذين مغرور 3- سوسان isn't polite سوسان ليست مؤدبة She always orders people and tells them what to do هي دائما تأمر الناس وتخبرهم ماذا يفعلون She is كلمة صفة تبدأ بالB الشخص الذي يلقي الأوامر ما صفته هو Pussy متصلت 4- كريم is really فراغ كلمة تبدأ بحرف S His face goes red and he finds it Difficult to speak to strangers كريم هو حقا صفة معينة وجهه يصبح أحمر ويجد أنه من الصعوبة أن يتحدث لـ strangers الغرباء الذي يحمر وجهه ويجد صعوبة في التحدث مع الآخرين هو حقا Really ماذا shy خجول Exercise 3 Choose the correct forms to complete the sentences اختر الأشكال الصحيحة لإنهاء الجمل أو إكمال الجمل 1- Do you know أو are you knowing what time is it؟ هل تعلم أو هل أنت الآن تعلم ما هو الوقت؟ الفعل no من أفعال state verb أفعال الحالة التي لا تكون متحركة لأنها غالبا عقلية فلا نستخدم معها الاستمرارية أو ال-ing تكون دائما بالمضارع البسيط فنختار do you know 2- Hello do you listen are you listening to me؟ لدينا الفعل الاستماع يتحدث معه وهو لا ينتبه له فيكون المعنى هل أنت تستمع لي الآن؟ هل أنت مصغن لي الآن؟ فنختار are you listening to me؟ 3- Sultan comes and is coming for lunch every day سلطان يأتي أم أنه يأتي بشكل مستمر للغداء كل يوم لدينا كلمة every day تدل على simple present المضارع البسيط فعل متكرر يحدث كل يوم روتيني إذا نستخدم المضارع البسيط ونختار comes 4- Let's go out لنخرج it doesn't rain أم it isn't raining now هل نقول it doesn't rain now أم it isn't raining now كلمة now تدل على أن الأمر يحدث الآن في وقت التحدث الشيء الذي يحدث الآن وفي وقت التحدث يكون مضارع مستمر يحدث الآن فنستخدم isn't raining present continuous إذن it isn't raining now Exercise 4 Complete the conversation with the correct forms of the verbs in brackets أكمل المحادثة بالأشكال الصحيحة للأفعال بين الأقواص A- My sister Mona الفعل spend وضعوه spends أضاف S المفرد الغائب لأختي هي she شقيقة منا she نضيف S المفرد الغائب most of her time in bed إذن نختار spend لأنها بشكل عام تقوم بهذا الفعل بشكل روتيني تقضي معظم وقتها في السرير ليس الآن هي تقضي وليس في الماضي هي بشكل عام تقضي معظم وقتها في السرير she not go out with friends هي لا تخرج مع أصدقائها لدينا not نفي سنستعين بالدو في حالة النفي ومع الدو لأن الضمير she نقول she does not go out with friends and she never الفعل go to school وهي لا تذهب للمدرسة إذن هي بشكل عام لا تذهب she never goes لدينا never هي التي دلت على النفي لذلك لسنا بحاجة لاستخدام دو للنفي مثل الجملة السابقة وnever أيضا تستخدم مع المضارع البسيط إذن never goes she suffer from an illness at the moment سؤال هل تعاني من مرض في الوقت الحالي لدينا at the moment إذن الشيء يحدث الآن في الوقت الحالي فنستخدم المضارع المستمر والمضارع المستمر يستلزم وجود verb to be والفعل مع ing وبالسؤال بدل أن نقول she is suffering نضع ال is قبل الضمير أو قبل الفاعل فنقول is she suffer مع ing is she suffering إذن لدينا is she نجيب no she isn't what she do now أيضا لدينا now إذن الفعل يجري الآن مضارع مستمر present continuous فنقول what is she doing now سألنا ماذا تفعل الآن أيضا يجب أن نجيب بالمضارع المستمر الذي تفعله الآن ما هو تقوم الآن به بالمضارع المستمر she is drinking milk إذن هي تشرب الحليب she loves milk love أيضا من أفعال state أفعال الحالة التي لا نضعها مع ing إذن هي تحب الحليب بشكل عام تحب الحليب وهذا فعل حالة نضعه دائما بالمضارع المستمر فنقول she loves milk you ever worry about her هل تقلق عليها لدينا ever تضل على المضارع البسيط وسنسأل إذن نستعين بdo مع الضمير you الدو تبقى كما هي لا نضيف لها s المفرد الغائب فنقول do you ever worry about her إذن لا تتسع الإجابة كاملة هنا اكتبوها هكذا do you ever worry about her no we في السؤال do you بالنفي نقول no we don't why not لما لا أي لما لا تقلقون عليها because mona is only six months old لأن عمر منا فقط ستة أشهر إذن كيف سيقلقون عليها وهي تنام طوال اليوم ولا تخرج مع أصدقائها ولا تذهب للمدرسة وتشرب الحليب وتحب الحليب إذن هي رضيع عمرها ستة أشهر لذلكهم لا يقلقون عليها اخدر الضمائر الصحيحة لإكمال الجمل أحياناً أشعر أنني لا أعرف لدينا نفي لا أعرف شيئاً فنقول anything الanything الany نستخدمها مع النفي ولدينا هنا نفي لا يمكن أن نستخدم نفياً آخر معه في نفس الجملة no nothing وsomething تستخدم مع التأكيد الpositive وليس النفي فالخيار الصحيح هو anything two don't worry لا تقلق anyone أم everyone أو no one makes mistakes لا تقلق أي شخص يرتكب الأخطاء الجميع يرتكبون الأخطاء لا أحد يرتكب الأخطاء هل جملة أن لا أحد يرتكب الأخطاء صحيحة؟ بالتأكيد لا لا يمكن أن لا أحد يرتكب الأخطاء any تستخدم مع السؤال والنفي إذن everyone الجميع يرتكبون الأخطاء نختار everyone three I want to go anywhere everywhere somewhere new and exciting أريد أن أذهب إلى أي مكان جديد ومثير الاهتمام أو أريد أن أذهب إلى كل مكان جديد ومثير الاهتمام أو أريد أن أذهب إلى مكان ما يكون جديداً ومثيراً للاهتمام قلنا any مع السؤال والنفي everywhere هل يمكن أن يذهب الشخص إلى كل مكان؟ طبعاً لا إذن هو سيذهب إلى مكان ما جديد يريد أن يذهب إلى مكان ما جديد ومثير الاهتمام فنختار somewhere four hello مرحباً is there anyone أو everyone أو no one here هل يوجد anyone تستخدم مع السؤال everyone هل يوجد الجميع هنا هل يوجد لا أحد هنا المنطقي هل يوجد أحد هنا هل يوجد أي أحد هنا مع السؤال نستخدم any فنقول is there anyone here exercise 6 use of English استخدام الإنجليزية choose the correct words from A to D to complete the text اختر الكلمات الصحيحة من A إلى D لإكمال النص strategy الاستراتيجية المستخدمة multiple choice clause close أي إكمال إكمال الخيارات المتعددة multiple متعددة when you are choosing the correct options to complete the text عندما تكون تختار الخيارات الصحيحة لإكمال النص look at the words before and after the gaps انظر إلى الكلمات الموجودة قبل وبعد الفراغات gaps فراغات they give you clues about which option is correct إنها تعطيك clues أدلة عن أي option خيار هو الصحيح look for linkers pronouns adjectives and adverbs انظر أو ابحث عن linkers أدوات وصل pronouns ضمائر adjectives صفات أدوات وآد فيرس ضروف نحن غالبا ندعو بنات عمنا هبا ورندا للعشاء لدينا الخيارات هي at وto وin وout كلمة invite تأتي مع to ندعو إلى invite to إذن اختارهم to they always فراغ us beautiful gifts هما دائما نحن هدايا جميلة لدينا الخيارات they always bring us beautiful gifts تحضران لنا هدايا جميلة أم make us تصنعان لنا have us تملكانا أم take us تأخذانا الخيار الصحيح هو bring إذن اي تحضراني لنا we get farang very well with them نحن جيدا معهما هل we get down أم we get in أم we get on أم we get up we get on very well ننسجم معهم بشكل جيد هبا وشقيقتي تقضيان الكثير من سويا الكثير من ماذا من contacts من المعارف أم feelings المشاعر أم money النقود أم time الوقت تقضيان ماذا تقضيان الكثير من الوقت a lot of time فنختار d and randa فراغ the same books as I do وranda ماذا تفعل بنفس الكتب كما أفعل أنا هل رند and randa reading أم read أم didn't read أم reads هل هي الآن تقرأ كما أفعل أنا وreading تحتاج لverb تبي قبلها وهو غير موجود هنا أم تقرأ بدون إضافة s المفرد الغائب أم قرأت في الماضي أم تقرأ بشكل عام هي تقرأ بشكل عام الكتب مثلي فنختار d randa فراغ english at night school randa شيء متعلق بالإنجليزية في المدرسة الليلية ماذا تفعل هل randa is learning english at night school أم هي learns english at night school أم she is speaking english أم speaks english إذن في المدرسة الليلية المدرسة الليلية هي عبارة عن أيام وأسابيع وأشهر ستذهب مرات كثيرة لتتعلم فهل نستطيع القول أنها الآن تتعلم في المدرسة الليلية بالتأكيد لا الخيار الصحيح هو learns هي تتعلم بشكل عام في المدرسة الليلية وليس أنها تتحدث وهنا أيضا تتحدث هي تتعلم learns الخيار بي هو الصحيح هي تتحدث الإنجليزية بشكل جيد جدا she doesn't usually make money هي عادة لا ترتكب الكثير من ماذا doesn't usually make money homework لا ترتكب العديد من الواجبات أم المستيكز سترتكب make mistakes الأخطاء أم speeches الخطب أم words الكلمات بالتأكيد هي لا ترتكب العديد من المستيكز الأخطاء إذن she doesn't usually make many mistakes أيضا الخيار بي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر